متابعي على ملوات فتاكية تحية طيب ألن وسهلا بكم نشرح لكم اليوم كيفية فرمطة هاتف سامسونج جالكسي أم ثلاثون وواحد وثلاثون أم أربعون أم عشرون نفس الطريقة نضغط على زر زيادة الصوت وزر التشغيل في نفس الوقت تام معنا في نفس الوقت تشاهدوا معي في نفس الوقت نضغط على زر التشغيل وزيادة الصوت ونبقى نضغط على الأزرار إلى حين ظهور شاشة الريكوفري هكذا كما تشاهدون الآن باستخدام زر تخفيض الصوت نقوم بالنزول إلى خيار وايب داتا فاكتوري رست تابعوا معي بزر تخفيض الصوت ثم نضغط نعود إلى الأعلى ونضغط نعود إلى الأعلى بالخيار زيادة الصوت ونضغط على الخيار بزر التشغيل أو الباور كما تشاهدون الآن للتأكيد نضغط نضغط حسب لغة الهاتف أو التأكيد بالعربية ودائما نضغط بزر التشغيل الآن نضغط على خيار الأول وهو الريبوت سيستم ناو دائما بزر التشغيل وهكذا تمت العملية بنجاح فقط ننتظر إعادة تشغيل الهاتف ننوه هنا أن العملية الفرمة سوف تقوم بحذف جميع بيانات الهاتف المخزنة في الهاتف من صور أرقام فيديوهات كل شيء مخزن في ذاكرة الهاتف سوف يتم حووه أيضا سوف يطلب منك البريد الإكتروني المستخدم قبل الفرمة أو البصمة أو الكود إذا كان الهاتف محمي بكود العملية تدوم حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة فقد قمت بتسريع الفيديو ربحا للوقت يمكنكم الاتصال بالبناء عبر رابط الموجودة أسفل الفيديو أيضا مزيد من التفاصيل أشرح بالصور من الرابط نفسه الموجود أسفل الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة دائما لدينا الجديد وأيضا دعما للقناة فعل الخاصية الجرس ليسلك كل ما هو جديد هنا أيضا ما زلنا ننتظر إعادة تشغيل الهاتف كما سبق وقلت العملية عادة ما تدوم بين 10 دقائق والربع ساعة لا تقوم بأي خطوة أخرى مثل أغلاق الهاتف أو ما شابه فقط أنتظر يفضل أيضا أن يكون الهاتف به نسبة من الشحن كافية لأتمام العملية يفضل أن لا تقل عن 30% إذا كانت البطارية جيدة أما إذا كانت البطارية يعني تعاني فيفضل أن تكون مستوى الشحن عالي هذه العملية هي بالأزرار وهي مناسبة لمن نسي كلمة المرور البصمة هناك طرق أخرى من عبر الأعدادات لكن تبقى هذه الطريقة الأسهل والأضمن والأكثر استخدامنا وشيوعنا بين العمليات لأن بدأ الهاتف بإعادة تشغيل ننتظر إلى أن تتم العملية هذه الخطوات الأخيرة ويعود الهاتف كما كان في البداية عند خروجه من المصنع لا تترددوا في الاتصال بنا عبر الموقع يمكننا يعني الرد على الرسائل التي تصلنا من الموقع نحاول يعني الرد قدر الأمكان على الرسائل التي تصلنا بالكم الكبير نعلم أن نحن اليوم في عصر الأجهزة الهاتف الذكية ودائما هناك الأسئلة لا تنتهي نحن نرحب بكل اقتراحاتكم أيضا إذا كانت لديكم أي اقتراحات نكون سعد بتلقيها هنا أيضا الخطوات الأخيرة للفرمت تمت الآن الفرمت بنجاح هنا يعني الخطوات العادية كل ما عليك اختيار اللغة ثم الضغط التالي التالي أو حسب اللغة التي سوف تقوم باختيارها هذا كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا وجدتكم أي مشاكل أخرى لا تتردد في الاتصال بنا أيضا نؤكد أن هذه العملية سوف تقوم بحذف جميع البيانات أيضا سوف يطلب منكم البريد الاكتروني أو البصمة أو يعني الكود حسب الهاتف هكذا متابعين نهينا هذا المقطع لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة نتمنى أننا قد حققنا الإفادة و إلى لقاء في المتابعة